بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسر المرسلين نواصل شابتر 6 شوف المقطع الخامس شوفي general thermal analysis نلاحظ في عندي هذا التشيوب الموجود عندي هنا فيه fluid يدخل بدرجة حرارة ti ويطلع هنا في ال exit هنا بدرجة حرارة te وفيه مثلا تقول انه هذا الwall اللي هنا مسخن فيه heat تدخل ال fluid flow هذا عن طريق ts الموجودة هنا t surface الموجودة عند هنا اذا الأنرجي ما بين ال inlet وال outlet هذا ايش يساوي هذا يساوي ال q dot اللي دخلت عن طريق الwalls نقول conservation of energy equation steady flow طبعا نحن هنا نتكلم عن steady flow ال q dot يساوي m dot cp m dot cp في ايش؟ في ال t عند ال exit عندي هنا منص t عند ال inlet هذا يساوي ال q dot اللي جاي عن طريق lid flex service اذا نتكلم عن الwalls هنا عن جدران tube اللي عندي تساوي تساوي hx ال h اللي هي عند كل لحظة عند كل x يعني ts t surface temperature و tm طبعا thermal condition at the service عندي can be approximated to be ممكن نقربها الى نوعين اما نقول انه constant service temperature اما نقول انه درجة الحرارة هنا ts انها ثابتة كما هو موجود عندي هنا او نقول انه service heat flux هي اللي ثابتة متى نستخدم constant service temperature condition نستخدمها لما يكون عندي phase change تغيجر في حالة ال flow يعني من liquid الى solid او من solid الى gas اللي هي نستخدمها في حالة boiling او في حالة condensation طبعا boiling ولا condensation يحصل عند outer service صح لانها درجة الحرارة مثبتة بالنسبة لل constant service heat flux هذه تتحقق لما يكون عندنا عند service هنا في عندنا مثلا radiation عندنا يشعاع يصدر على هذا service وثابت او تحط عليه electric resistance مقاومة كهربائية وبالتالي يثبت q dot عند هذا service طبعا ممكن نستخدم اما نثبت درجة الحرارة عند service او q dot عند service لكن ما ممكن نستخدم الاثنين مع بعض اما هذه او حد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته